اهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج الحكية بالسياسي. مع نهاية اليوم بيختم لبنان الشهر الرابع من الفراغ وبيدخل شهر الخامس من دون مطلوح بالأفق أي بوادر إيجابية لحل حالة بهذا الاستحاء سواء على الصعيد الداخلي أو حتى الخارجي. ويبدو أنه رح يبقى أسير المناكفات السياسية والمصالح الحزبية والشخصية. وفيما خاص ملف اللواء أباس إبراهيم، الأيام المقبلة رح تكون كفيلة لا تبين ما إذا كان الشغور بالأمن العام صار أمر واقع أو في مفاجآت ممكن تحدث بالساعات الأخيرة على الصعيد المالي. وبالرغم من فق إضراب المصارف، ارتفع الدولار ارتفاع مفاجئ متخطياً عتبة 88 ألف ليرة بالتزامن مع استمرار الإضراب بالقطاع التربوي والإدارات العامة. هذه المواضيع وغيرها كثير رح نحكي فيها بحلقتنا اليوم. ورح نبدأ القسم الأول مع عضو اللجنة التنفيذية بالكتلة الوطنية الأستاذ كاميل موراني. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. مرشي. أهلا فيك. يعني رح بلش بداية مع الحدث الأبرز بهذا الأسبوع يلي هو مقتل الشيخ الرفاعي. تحمل هذا الموضوع من وقت من لحظة اختطاف الشيخ برامة سهام الاتهام ضغرة نحو حزب الله. وطلع بالآخر أنه ما فيه مشكل خاصة فيه حزب الله بالمباشر فيه عملية حسابات عائلة ومنطقة وبلدية ومبعالي وشو كذا. عم بيتحمل حزب الله وزر كل شيء بالبلد. إله دخلي ولا ما إله دخلي برأيك. هلا هو يعني جسمه لبيس للحقيقة يعني أي اتهام الناس بتتهمه لحزب الله. إله إذا بدك تبريرات منطقية وسيئسية وبسيكولوجية عند الناس يعني ما تنسى ثبت أنه في عناصر من حزب الله غتيله رفيق الحريري. ثبت أنه حزب الله راح عامل حرب ضد الشعب السوري مشارك بمجازر ضد الشعب السوري. ثبت أنه حزب الله يعني مشارك بالإغتيالات اللي صارت ما بعد 14 أقدار. ثبت أنه حزب ما بدا ثبت حزب الله بيفخر أنه عامل سبعة أيار بالبلد. وبالتالي يعني الجماعة مش مستحيين ما أنهم يعني هلأ إلهم علاقة بمقتل الشيخ الرفاعي ولا لأ هيدا موضوع تاني هلأ منحكي فيه بس أنه الجماعة مش مستحيين يعني ومش وبيعملوا حالهم متفاجئين يعني أنه كيف عم تتهمونا. يعني كيف لا يعني كيف ما بدنا نتهمكم خصوصا أنه القاتل أو المتهم عفوا الأساسي اليوم يلي هو رئيس البلدية يحيا الرفاعي هو عضو بسرايا المقاومة. وين بآخر الدني بعكار يعني بأبعد منطقة عمليا بلبنان عن نفوذ حزب الله بتروح بتلاقي فيه سرايا مقاومة وضمن خطة حزب الله وستراتيجيته لقدم البلد شوي شوي. يعني اليوم أصبح حزب الله منتشر على كامل الأراضي اللبنانية والحمد لله أمنيا ومخابراتيا طبعا طبعا شو بعد فيه بالبلد غير حزب الله يعني فيه أنا اليوم معرفة مع المصارف على توزيع الخسائر كمان ثبت أنه رياض سليمي عند حزب الله ولا لأ وكان عنا رئيس جمهورية عند حزب الله ورئيس الحكومي عند حزب الله ورئيس المجلس عند حزب الله وشو بقى فيه بالبلد اليوم غير حزب الله فيه كومبارس يعني شبح طبعة سياسية اليوم عم تحكم حكم الفساد يعني عم تحكم حكم السلطة يعني على القاعدة يلي أرسيها التيار الوطني الحر يعني يعني عطونا الرئاسة وخدوا الجمهورية وسلمون الجمهورية بس حضرتك عم تحكي عن حزب الله وكأنه جسم غريب عن لبنان تعرف تعن حلل شوي هيدا الموضوع فيه أوقات بيجي مجتمع بيخلق حركة ديناميكية سياسية معينة أو عائلية أو اقطاعية الي بدكيه هيدا المجتمع بينتج عنه حزب بتجي الحرب وأنا بصوت لبنان تعني أخذ حزب الكتائب بتجي الحرب عن حق ولا عن باطل غير موضوع بتسلح بصير عنده ميليشيا بتخلص الحرب بسلم سلاحه بيرجع بيعمل حزب صح؟ مش هيدا التطور الطبيعي تبع الأحزاب مجتمع بيخلق حزب بيخلق ميليشيا الحزب عنده ميليشيا بيصير حزب الله بالعكس إجه الحرس الثوري على البلد اللي هو ميليشيا أسس حزب وهيدا الحزب عم بيرجع يعيد إنتاج مجتمع تاني يعني تطلع بالصور وقت التحرير ووقت الناس بلحظة الألفان رجعت على الجنوب تطلع بصور الناس يلي كانوا عم يستقبلون كان فيه ثقافة مختلفة كل عمر والناس محافظين طبعا ما فيه مشكلة بس كان فيه ثقافة يعني فالموضوع اللي عم يشتغله حزب الله هي عم يعمل حالة معاكسة للأحزاب للأحزاب كيف تتطور يعني هو عم بتغلغل من خلال السياسي حزب الله هو الزراع السياسي للميليشيا هي في ميليشيا عند حزب ما في حزب عنده ميليشيا وبالتالي الحزب ما بيقدر يسلمك سلاحه لأنه الحزب لا يمتلك السلاح السلاح يمتلك الحزب حزب الله تكوين مشروع موضوع أمني هو بيفكر بالأمن وبيشتغل بالأمن والحزب هو بس أداية لتطويع هيدا المجتمع لا يقدر يكون عم يحكم سيطرته على البلد وعم يقدم الدولة شوي شوي لو وصلت معه بعهد الرئيس الأوي انه يبعد وفيق صفا يهدد القاضي بالعدلية طب هاي من عشر سنين ما كان بيسترجيع يعمله حزب الله عم يقدم الدولة بس ليس لوحده يا أستاذ كميل كمان في أفريقاء لبنانيين هن كمان عم بيساعدوا حزب الله بطريقة من الطرق يوم المسؤولية وين على حزب الله ولا على مين عم يتخبى ورا حزب الله وعم يدعم حزب الله وعم بيساير حزب الله بعد بيسمح الوضع بالبلد انه يتم مسايرة حزب الله ويعني وبتشمأز نفسك منها هي مسايرة أو مش مسايرة هي علاقة ميشيل عون وبعد منه صهره جبران بيسيل بحزب الله كم بتتوصفها؟ بوصفها تطلع بتحالف مار مخايا مش تحالف سياسة؟ لا 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 طاول بالك طاول بالك طاول بالك 2008 سنت اللي مضى الاتفاق المشؤوم اي متى بينهز 2006 عفوا اي متى بينهز يعني حزب الله بيعمل سبعة ايار اتفاق ما بينهز حزب الله بيروح بيقاتل بسوريا اتفاق ما بينهز حزب الله بيروح يتهم من محكمة دولية كان ميشيل عون عم بيطالب فيها بلحظة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الاتفاق ما بينهز مجازر احكام هون وهون وهونيك تصرفات بالدولة امصان سود بدك تهديد القاضي عرقل التحقيق اربع اتفاق ما بينهز تعرف اي متى بينهز؟ لما ما بيعطوله جبران بيصير معمل بسلعاته بيصيروا نوابه بيطلعوا بيحكوا بالفدرالية ولا لما بيلمحوا انه بدون يجيبوا اسلامين فرنجية رئيس جمهورية طيار الوطن الحر ما عنده اي مشروع بالسياسي بل اسوء من هيك هو تيار مستعد يحرق البلد كله سوى لبعض المواقف بالسلطة على قاعدة يلي كنا نقول من شوي تحت الهواء اعطونا الرئاسة واخدوا الجمهورية فرغوا الدولة ومؤسسات الدولة كلها سوى وينقوا اليوم على غياب رئيس الجمهورية وهن يعني عطلوا النصاب يعني كمان في حد من الله هن تعطيون حقهم كمان عم بعطلوا اندخاب رئيس الجمهورية لانه جربوا وتلوعوا يعني تجربة الرئيس ميشيل عن كانت تلوعوا من خلال بيئة الطيال الوطن الحر جيبوا اقوى رجل عندهم بالطيال الوطن الحر عمل رئيس ما قادر عمل شي بقى لك انا شو بدي جيب خيي بعد رئيس طالما مش قادر يعمل شي انا بدي شوف العطل البنية وانوة بدي صلحوا تا ارجع انتخب رئيس الجمهورية لك استاذ جيمي انت عم بتعقدها انت عم بتعقدها والناس عم تسمع هلا يجي حزب الله يقولوا لجبران بيسيل بتعمل رئيس الجمهورية بكرا بيمشي الحال كل شي بعيد جبران بيسيل تجربة الرئيس الشرعون بالنسبة له كانت ناجحة عم تحكي مع ناس انه عم يعترفوا انه خيباء عطلوا وحيربوا مشكل بيرجع بيسيل بيعمل رئيس الجمهورية ما عنده مشكل بيعطلوا وحيربوا بيعطلوا ليش هو ايا عنده شي مشروع سياسي شو مشروعه شو هو المشروع اللي عطلوا ليش شو هو المشروع جايب حكومي كان عنده بطبيعة البني ادم استاس جيمي في حب للسلطة وكل الناس عندها بس بدك تشوف يعني في حد أدنى من المبادئ في حد أدنى من الحياة بالموضوع طائق شل شل الحياة وخلص بدوا يعمل رئيس الجمهورية مش ميشيل عون عمل رئيس الجمهورية مش بعد تعطيل سنتين ونص وبيحكوا على حقوق المسيحيين طلع من الالف من وقت ما رجع ميشيل عون لهاي اللحظة كم عنا فراغ رئاسي بعد عهد اميلا حود وبعد عهد ميشيل سلامان وبعد عهد ميشيل عون ليش رابطت بعودة ميشيل عون ما رابطت بخروج السوري من لبنان لاحتلال السوري من لبنان ودستورك بيحمل بيحمل تقويل وبيحمل في عدد السوري لا ما بيحمل لانه بكل هيدول بكل هيدول هني يلي مفروض على اساس من موقع عنو الطائفة بيقولوا حارصين على الموقع هني بكل هيدول معطلين كانوا نصاب جلسة مجلس النوب من بعد ما فرضوا علينا انه النصاب هو تلتين وبيستعملوا هاي الفرضية مش ليس هاي سيسروا امور الدولة بيستعملوا هايدي الفرضية او هايدي الابسيون بتفسير المادة تسعة واربعين بيستعملوا هاي عطلوا النصاب يعني ما فيك تكون فيك تجي تقول خي انا علماني ولا اسباب سيسي بدي عطلوا النصاب اوكي من ناقش فيه بس ما فيك تجي تقول من موقع انا مسيحي بدي حافظ على حقوق المسيحيين وبدي عطلوا النصاب تأجي انا رئيس جمهورية وما في غيري بيكفى الحقوق المسيحيين وللأسف بعد في جزء من المسيحيين مع تقدين انه حقوقن بالبلد ووجودن بالبلد مرتبط بعض ببعض ببعض المواقع ان كان برئاسة الجمهورية ام ببعض المواقع لبعض الاشخاص تحديدا يعني اذا وصل جبران بيسيل على رئاسة الجمهورية انا كمسيحي والله بيرجعولي حقوقي ولا اذا ما حدا دق برياض سلامي بالمجلس بحكمية مصرف لبنان وخليناه بعد لرياض سلامي منكون احنا عم نحمل وجود المسيحي بالبلد ما انتجت كل هاي السياسات للمسيحيين ولكل اللبنانيين غير مزيد من الهجرة ومزيد من الفقر ومزيد من فشل المؤسسات طبع كل الناس وطبع كل الطوايف طيب يعني بيظل كل يلي عم تحكيه كيف ممكن مواجهة حزب الله مواجهة حزب الله اليوم كنا عم نحكي مواجهة السلاح انت عم تتواجه ميليشيا اه؟ فينو فين كذا طبعا عم تتواجه ميليشيا اليوم السلاح حزب الله اليوم حزب الله ما بيقدر يسلمك السلاح هو لا يمتلك السلاح السلاح يمتلكه من الاخر يمتلكه الحرس السوري اليوم طيب نحنا ممنوع نفكر ممنوع نروح براسنا او نجرب نقول خي انا بدي رئيس جمهورية يروح يفاوض ايران يقللن للايرانيين بدل ما كون انا يعني موجود ليش بدي كون موجود مطروح على الطاول كل الناس عم تفاوض ايران على موضوع حزب الله الا جمهوريتي عم يفاوضوا علينا ممنوع اليوم نحنا نفكر انه والله بدنا رئيس جمهورية يروح يحكي مع الايرانيين اوكي يا جميع وبعدين هيدا واحد اثنان على الصعيد الداخلي مش مظبوط انه ما فينا نعمل شي لا فينا نعمل كتير فينا نعمل كتير فينا نعلي منعتنا تيجاء حزب الله فينا نكون منتبهين على شو عم يعمل حزب الله نرجع نستعيد الدولي شوي شوي متل ما قدمه حزب الله شوي شوي ونرجع ترجع تطرد سرايا المقاومة من المناطق يعني اذا اذا فيه داعي ليش لا بنبحث الموضوع هلا طرده بالسياسة او طرد ابداء المدينة ليش لا ونرجع بقول فيه كمان حق بالسياسة لكل الناس بالوجود ويفكروا يلي بدون ايه انما اذا سرايا المقاومة موجودة ومسلحة ايه طبعا ليش لا خلي الدولي ايا دولي بس انه مفروض واحد يروح تحمل مسؤوليته طبعا ما مفروض انطبع مع هيدا الموضوع لك الساس جيمي فيه فيه تجربة فيه تجربة مش اخذ حقه بالبلد وفيك تتعلم منه كتير ويلي هي تجربة الالفان الفان وخمسة ويلي هي انطلقت اذا بتذكر بـ 11 ايلول بالالفان ونفتح ملف الاحتلال السوري بالبلد وعينا تاني يوم على شي تاني على فرز جديد بالبلد بيتعاطى وقالوا علاقة بهذا الموضوع وبلشت مش بس بكركي وبالجامعات وبعض المظاهرات الشاببية وفي ناس كانت عم تشتغل برا على لأنه كنا كلما نطالب بخروج الجيش السوري يقولون هذا موضوع اقليمي بتروح بتشتغل على الموضوع الاقليمي يقولون بس اليوم نحن بحاجة لبناء ميزان قوى بالبلد ولو على القطعة متعلق واحد بحزب الله وكيفية مواجهته لأنه كمان الطريقة اللي عم بتواجه فيها بعض الأحزاب حزب الله عم يتبين بالنتيجة بأنه عم يربح حزب الله وعم يربحوا هن يعني كمان بدنا نشوف بأي طريقة إذا فعلا فنية لمواجهة حزب الله إذا فعلا فنية لمواجهة حزب الله بده يكون كمان يعني اللي صار بالطيونة اوكي انت بتفهم بلحظتها بس استثمر بالسياسة على الأخير كيف شفته اللي صار بالطيونة؟ اللي صار بالطيونة هو صار باللحظتها صار فيه اعتداء اوكي استثمر بالانتخابات؟ ايه نحنا فينا وبدنا وفيكو وما بدنا ومدري شو وهادي كانت عمليا يعني عم تعمل انت ألوزيون على شو يعني واليوم انت بعد ميني حرب طبعا ميني حرب أهلية بعد تانية مثل هاي طبعا كل الناس اصلا صار نسمع بعض هالحادثة انو مين بيحمينا من حزب الله طبعا يقوله القوات ومين بيحمي الشيعة من القوات يقوله حزب الله وقد عدنا الى قواعدنا الطائفية سالمين مظبوط ولا لا وعاد الجميع الى قواعده الطائفية سالمين وعاموا بالانتخابات وعاموا بالانتخابات وجابوا اكبر كتلة مسيحية مبروك عليهم ما عم يعملون؟ بالقوات ما بعرف اني خبرونا انو بدنوا فيهم ما بعرف ليش ما عاملوا كل شي وعدوا فيه الا اذا كانوا يعني مرشحين مية وثمانة وعشرين وبدن يعني مفكرين انو بدنوا يربحوا المجلس كله ربحوا الانتخابات وعم متصرفوا كناز ربحانين الانتخابات للقوات اللبنانية ولا لا كانوا عم يتخانقوا بس مين عندو الكتلة الاكبر يا خيهن عندو الكتلة الاكبر سلمنا لونياها ربحوا الانتخابات كلها كل مرشحين انو اكتر من الارقام المتوقع يعني كانوا متوقعين 17 18 نايب اجاهن عشرين اجاهن عشرين نايب ربحوا وكتروا عظيم تفضلوا طيب عام تقولي عن القوات تخبرني شوي عن اصحابك بالتغيير شو عملوا اصحابي بالتغيير؟ هو الحلفائك حلفائك كمان بموضوع حزب الله عطيني رأيك فيهم؟ برأيي؟ واضحين جدا خصوصا في اسم كتير كبير منهم واضح جدا في اسم تاني برأيي كمان واضح انما مقربته للموضوع مختلفة مختلفة او خاطئة؟ لك انو انا اليوم باخد القرار انا بتعاطى سياسي بطريقة اللي انا تشوفها صائبة وبالتالي يعني اليوم عم بقلك انا برأيي القوات مغلطين وبرك كل حدا عم بقارب الموضوع بطريقة مش متل طريقتي بعتبر انو لا طريقتي هي الازبط بطريقة لا موضوعية بطريقة شخصية هلا اي طبعا هني بيعتبروني انا مقاربتي خاطئة او انا بعتبر مقاربتهم بركي خاطئة بس ما بيمنع انو كيف لازم تكون مقاربتهم توجيه اسهمتهم اذا بدك باتجاه حزب الله هيك بيكون صححوا مساروه؟ لا بدوا يرتبط الموضوع انا ما بدي ايجي اليوم يعني ربي ربي ناس او خبر كل حدا كيف لازم يتصرف ولا تحديدا على الهواء انما اليوم نحنا معنيين ليك وما يصح على حزب الله كمان لانو في موضوع المعركة مع المصارف وموضوع سرقة اموال الناس ومين بدو يردهم وكيف بدو يردهم معا نتالي حزب الله ورا حكم اصرف لبناني حتى عم نرجع على حكم طبعا وبالتالي اليوم نحنا بحاجة يرتبط القول بالفعل ونحنا كلنا سوا متفقين انو نحنا ما عنا مشكل خصوصا داخل المجلس النيابي بأنو نكون عم نتقطع على القطعة ما حيا الله حدا طيب شو حال اذا القطعة هالقدو هي اكبر قطعة يعني وهي اهم قطعة بالبلد يلي عشوية ما بق في غيرها اذا بدك تحصل اذا بدك تسلم جدل انو انو رياض سليمي عند حزب الله طيب على هاي القطعة كيف منخلق ميزان قوى بدنا نخلق بدو يرتبط القول بالفعل بدنا نخلق ميزان قوى كان لازم نقدر نحنا كتغييريين نخرج مرشح على رئاسة الجمهورية بحسب المبادرة الرئاسية يلي تعطلت من داخل التكتل او السابق وبالتالي برأي يعني في شطحات اوقات الكل بيصيب اوقات والكل يعني اوقات بيشطح شوي انما كان مفروض يضل في حد ادنى من التفاهم لنقدر نساهم ببناء هيدا الميزان القوى مع بقية الاطراف بالمعارضات الباقية انما من موقع قوى كمان مش من موقع ضعف لما ننتهي مثل تجربة الالفين الفين وخمسة لما ننتهي مثل اليسار الديموقراطي والتجدد الديموقراطي مدعوسين ومسحوين ما بقلنا وجود ركدين يعني الناس يبلحوض عم يترجع الله يرحموا مين ينزلوا معه على الليحة بالاخر وهو كان بركي من الوجوه مين اللي قصم تغيريين كمان حزب الله هن فعليا الخلاف حصل على موضوع اساسي يعني موضوع حزب الله لا بعتقد في خلاف كمان بمقاربة العمل السياسي طبعا في خلاف بمقاربة موضوع حزب الله فيما يخضر وبعتقد في خلاف بطريقة مقاربة موضوع حزب الله انا ما بعتقد اذا يعني عم بتقلي بهذا المعنى حزب الله قصم موضوع مقاربة موضوع حزب الله وكيف نعكس هذا الشيء عمليا قد يكون هذا احد الاسباب بس اذا عم بتقلي انه هل في حدا عند حزب الله من التغيريين واحد بيوا ما بيضمنوا يعني ايه بس انا ما بعتقد اوكي طيب الموضوع رح نحكي شوية عن الموضوع الاقتصادي اليوم كمان بالشقة الاقتصادي بحاول حزب الله دايما يقول خي موضوع السلاء حطوا ليه على جنب تعود نشوف شو بنا نعمل بالموضوع الاقتصادي اليوم موضوع المؤسسات الدولة كيف نرجع نخفف من الفساد ننهض بهذه الدولة اي رأيك هذا الطرح سليم؟ فيه ودايع ناس اليوم مش معروف شو بمصيرة بدنا نحكي شوية عن الودايع وعن الخطة الاقتصادية وصندوق النقد وبدنا نحكي كمان هلا لكما تكون كمان كل الحلقة عم نحكي بس فيها عم حزب الله ولكن بشكل سريع بعم معنا ستبعي بهذا الموضوع بموضوع الودايع اولا كل الطبقة السياسية مع حاكم مصر في لبنان يعني من غرائب الدهر انه هني عن يمين صندوق النقد الدولي يعني بالعادة بيروح صندوق النقد على دولة معينة بيطلب اصلاحات بتجي الدولة بتصير بتقولوا لا خفف لي من وطقة على العالم بدي يزبط هون بدي يشيل هون لانه ما بيحملها ما هي بصيروا يفاوضوا نحنا عنا الناس والدولة مش الناس الدولة وحكمية المصرف والسلطة كلها عن يمين عن يمين صندوق النقد يعني صندوق النقد اليوم عم يحكوا يا جماعة في خسارة اربعين مليار منين بتكون جيبوها بتكون تعملوا هيركاد بتكون تشطبون بعدهم عم بيقولوا لا بدنا نعمل صندوق سيادة نروحوا نحط فيه المصريات ونكذب على العالم انه بدنا نردلهم ياهن من هلا لأربعين سنة ونخسخص مؤسسات الدولة كلها سواء لنرد أموال كبار كبار المودعين ضل أربعين سنة عم ندفع على أصحاب المصارف المصريات يلي ذهربوا جزء كتير كبير منها هن بعد سبعة عشر تشرين وبتروحوا بتترك الناس شعب عم يفقر وعم من دون اي خطة ومن دون اي خطة تبوكي خسخص ناهن بعدين قوكي الدولة منهم تصرو بس مين مسؤول عن هالسياسة؟ هاي فكرة كيلة هاي سياسة كله المسؤولين بهذا الموضوع الكل مسؤول مظبوط رياض سلامي مرتبط بحزب الله بس رياض سلامي مانو بس عند حزب الله رياض سلامي هو وكيل التفليسي وهو يلي مغطى عمليا على كل هيدول الناس وما حدا في يشيله لانه شو بيقوله دفنينه سوا وبالتالي والبديل عن خطة صندوق النقد مش اي خطة بيطرحها انا ولا انت ولا ولا حي الله حدا ما في رأي تاني يعني الخطة الاقتصادية بالبلد للأسف وصلونا لمطرحي الخطة يلي بيقبل فيها صندوق النقد ما في خطة تاني الخطة البديلة هي اليوم ضل تسحب مصرياتك على الخمسة عشر الف والضل عم يحملوا الخسير كل الموضعين بالتساوي بس ما عم بيردوا على صندوق النقد شو هيدا شي شو لوين بخليك تفكر ما بدهم صندوق النقد شو بدنا ما نحنا عارفين انه في قرطة زعران حاكمين البلد يعني ما نحنا ما نحنا عارفين ما هاي ما هاي مأساتنا ايه طبعا ما عم بيردوا ليك استاذ جيمي واللي ما عملوه من 17 تشرين لليوم اسوأ بكتير من كل يلي عملوه من سياسة اقتصادية وخاطئة وفساد من التسعين للألفين وتسعة عشر الجريمة اللي عم ترتكب بالله خطة يعني فعلا اسوأ بكتير 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 يعني كل ما بتعتقد انه هولي الناس وفعلا ما أنا عم بيحكي حكي يعني ما أنا عم جرّي بيحكي حكي شعبوي وعم جرّي بيحكي بالفعل اللي خطة كاريسية ما في دولة ما عملت خطة لما صار عندها أزمة اقتصادية أو ميلي مثل اللي عنا هيدا الانهيار كان فينا نستدركه كان في يوصل الدولار استيس جيمي للخمس ستة لاف ويوقف اليوم صار تسعين ألف في مين عليه مسؤولية وقعدة عم تفرجوا يأكين مين كيف مين كل الحكومة اللي كانت موجودة وما أعملت الإصلاحات الممكنة الكتل اللي كان تبعت عليها قانون تبعت عليهم قانون كابيتل كونترول يتعرقل يطلع براهيم كانعان يخبرناك اليوم خبرية ويطلع نتذكرون هور هلأ اليوم صار بدون قانون كابيتل كونترول من بعد ما كل الناس هربت مصرياتها صار بدون كابيتل كونترول تأنا وإنت تالبانك يكون عنده سند قانوني تأنا وإنت من روح نحاكم البانك بلبنان ولا برب هذا هدف الكابيتل كونترول طبعا كابيتل كونترول من دون قانون إعادة هيكل يتورسم المصاريف يحمي بس المصاريف مش كتير متقبل على الميكرو لأنه الشريط طبعه أصيب لك هو كمان خلص هلا هو نعطبي بكناة فهذا الـ capital control يلي عمل طرح فعلا هو بيحمي جمعية المصاريف وكرتال المصاريف يلي 30-40% من المساهمين فيهم هن اليوم يعني حكمين البلد بالسياسي وبالتالي هي دوامة لما بتسميها منظومة هي دوامة اليوم إذا قدر أداء معين يقرب تجاه هذه المنظومة هزب الله برأيك رح يرجع يحميها عن أول مجديد؟ ولا اليوم صار في طلاق بين استلاح وبين حماية المنظومة صار كل واحد كل مين همه حاله ما بعتقد لأنه بلاشنا عم نشوف المناكفات ما بعتقد لأنه بملف رئاسة الجمهورية يعني بعده عبيله حزب الله وبيتمنى يحكم بالغير مباشر يعني حزب الله اليوم منه قادر يتحمل وتسمع خطابات أمين عام حزب الله حسن نصر الله وتسمع بعده بيحمل الدولة مسئولية كأنه هو منه جزء من الدولة وبيطالب بالإصلاحات يعني مين عم بيطالب مين؟ وبالتالي بعده لليوم بيلعب دور الضحية وهو بحاجة لطبقة سياسية يتخبى فيها ويحملها مسئولية الانهيارات حزب الله بيقدر يحتل البلد عسكرياً بس هو أضعف من أنه يحكم البلد بالسياسي بشكل مباشر ويتحمل مسئوليته وقدم الناس بفضل مرتاح اليوم بيحكم بطريقة غير مباشرة بيجيب خزمة جي عنده بيعمل واحد رئيس جمهوري ويجيب لك مرشحة ويحمي وزير مطلوب للعدالة بجريمة تفجير أربعة قابل ما عنده مشكلة بقشل شلحية ما بيعمل شارع بإسم عماله عنده بحاجة يتغطى بطبقة سياسية وتما يتحمل مسئولية قدام ما هو اللي هو بيسميه بيقته ما فيه ما انه قادر يتحمل مسئولية الانهيارات تعرف كمية الناس يلي بيعتبر هو من بيقته يلي هين بيشتغلوا بأفريقيا ويبعتوا مصاري يحطونوا بلبنان ولا كمية الموظفين الهائلين يلي فوتتهم حركة أمر على الإدارة العامة ويلي بيقبضوا معاشاتهم باللبناني ويسحبوهم على الخمسة عشر ألف ما كمان في شي عم هيدا إذا بدون يتحملوا هني مسئولية هيدا بدون يخسروا شيء على سيرة المجلس النيابي وحركة أمر اليوم الجلسات التشريعية مفترض يصير في جلسات تشريعية ولا كمان منضل بالجمود اللي نحن فيه الجمود اللي نحن فيه كسروا بيبلش حسب الدستور بانتخاب رئيس جمهوري ما في طوافه والمادة الدستوري بنتروح بالنصف زيد واحد هذه المادة ليست مادة نصاب هي مادة تصويت ولو الدستور يعطي للأقلية للثالث حق تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية ما كانوا بيرجعوا بيقول بالدورة التانية بانتخاب بالنصف زيد واحد من دون ما يحدد النصاب من دون ما يحدد النصاب مثل نصاب تعديل الدستور يلي بيقول ثلثي أعضاء مجلس النواب بدهم يكونوا موجودين لأنه هون استثناء بيكون بيتحدد بطريقة واضحة هذه المادة عم تستعمل خلافاً لكل لرأي القانونيين الموزنين مش يلي هذه المادة عم تستعمل لفرض الفراغ برئاسة الجمهورية وابتزاز الناس بالفراغ لنقبل كل مرة بالمرشح يلي بده يحزب الله وبالتالي ويلي مفكر أنه يحافظ على حقوق المسيحيين بهذه الطريقة لأنه يتخوفوا من شيء على أنه بدهم يجوا كل النواب المسلمين مثل نايب مسيحي واحد بدهم يعملوا هذه الجلسة وينتخبوا رئيس الجمهورية وبعد شوية بدهم يقتل المسيحيين كلهم سوا أول شيء يعني أحد عم يقرى سياسة شو عم بيصير بالبلد وبالأقليم يعني اليوم بعد أنه في نواب مسلمين يقصم بالبلد مسلم مسيحي عم جاد حدا بعده مقتنع بهذا الشيء أم في مشكل سني شيعي طويل عريض بالبلد يعني إن شاء الله الله يبعدنا عن كل المشاكل أنا لهوم بتكون تكون خلصت حلقتي عضو اللجنة التنفيذية في الكتلة الوطنية كاميل موراني أهلا وسهلا فيك ببرنامج الحاكم السياسي وشكراً إليك شكراً إليك مشاهدينا ومستمعينا لهوم كنصرنا ختام الأسم الأول فاصل وعم ننتقي إلى القسم الثاني اشتركوا في القناة